موسيقى مشاهدين الكرام عدد جديد من برنامجكم الرياضي الأسبوعي ويكند سبور أهلا بكم ثلاثة محاول نسي حلقتها اليوم نقسمها مشاهدين الكرام على البطولة الاحترافية في جولتها السادسة تنظيم المغرب للمنافسة الافريقية للسيدات مع اختياره للمرة التالتة تولية لتنظيم حفل جوائد الكافة والختام بالبطولة الافريقية للأندية البطلة لكرة اليد التي كانت في مدينة العيون لمناقشة هذه المحاور معي هنا في البلاتو مشاهدين الكرام الإطار الوطني عثمان الدهبيس عثمان مرحبا بك مرحبا بك أستاذة متتبعي ومتتبعات قناة ميديا من الدار البيضاء الصحفي الرياضي براهيم الزوين سيبراهيم مرحبا مرحبا بك ومرحبا بك أهلا نسي براهيم وفي المحور الثاني ستنضم إلينا خديجة إلى رئيسة العصبة الوطنية لكرة القدمية النسوية وفي المحور الأخير خالد في المدر فريق منتدى درسلطة للحديث عن الشق الأخير مشاركة المغرب والأندية المغربية في منافسات بطولة إفريقية للأندية البطلة لكرة اليد إذن سيعتمان نتائج متبينة في الجولة السادسة للبطولة الاحترافية نبدأ مباراة فريق اتحاد طنجا وأولمبيك آسفي فوز تمين من ميدان الفريق المسفيوي عاد به فريق اتحاد طنجا ويعازز بذلك الصدارة كيف تبعت هذه المقابلة؟ بكل صراحة فريق اتحاد طنجا بداية استثنائية وجد موافقة أكيد بأن كانت هناك بداية الموسم العديد من الصعوبات لكن فريق اتحاد طنجا لاعبي اتحاد طنجا مدربي اتحاد طنجا الشاب بسموب جميعا وأكدوا بأن ربما قاعدة استثنائية مرة أخرى في كرة القدم لأن ترتيبات بداية من أجل الموسم لم يكن في المستوى كانت متأخرة وفي الأخير نشاهد اتحاد طنجا لحد الساعة يسيطر يخجل مجموعة من الفرق الوطنية المغربية نتائج جد إيجابية ربما في ست الدورات الأولى المدرب الشاب أحكم السيطرة رياضيا على اللاعبين عن طريق طاكتيك دياله المحكم الهجمات المنظمة ينوع في اللاعب هجمات منظمة هجمات سريعة مرتدة فوقت من الأوقات انتظر الخصم حتى يخطأ كل تحيال الإطار الوطني المغربية سيبرهيم كما قال سيعتمان بداية متأخرة لفريق اتحاد طنجا عوامل كانت كثيرة ساهمت في تحقيق هذه النتائج ما هي في نظرك وهل المشاكل التي يعاني منها كيف تجاوزها الفريق في بداية الموسمة رياضي الجال أولا دعنا نتحدث على فريق اتحاد طنجا وعلى الظروف الصعبة التي عاشها الفريق خصوصا في السنوات الأخيرة فريق اتحاد طنجا من بطل المغرب إلى فريق يصارع في كل موسم من أجل الحفاظ على مكانته بالدوري الاحترافي صحيح على أنه كانت مؤجزة للسنة قبل الماضية ما حققه الإطار الوطني رفقة الفريق ونحن نعرف كثيرا على أن الأطول الوطنية غالبا هي تركب التحدي وتقدم دائما التضحيات كبيرة من أجل على أنه يمكن اعتبارها في بعض أحيانا بين القوسين بحل هذه الرويضة السكور في الوقت الذي يكون المشكل دائما يتم الوجوء إلى الأطول الوطنية ولكن حسن حظنا على أنه دائما تمرهين على هذه الكفاءة ديالها وعلى هذه الحينكة ديالها وعلى مدى قدرتها وقيمتها على المستوى الوطني إذا نتكلم عن فريق الاتحاد طنجا فشخصيا تفاجأت كثيرا يعني الفريق اليوم هو يتسطر ترتيب بالنسبة للدوري الاحترافي فريق يقدم مستويات كبيرة فريق بدون انتدابة فريق حتى أنه شكناك مباراة من فريق الفتح الريباطي لعبة بتسعة لعبين فقط في جديد الحالة ديالطرد ورغم ذلك سطع لأنه يعود بنقطة ثمينة هذا يدل على أن هلالطار يقوم بعمل كبير وكبير جدا من الأطر الوطنية الأكاديمية والمتكون المحترمة جدا والدليل هو ما يحققه فريق كما قلت الاتحاد طنجا اليوم الذي يتصدر دوري الاحترام سي أتمن انتخاب نصر الله كرطيت رئيسا للنادي خلفا لمحمد شرقاوي هل هذا الاستقرار الإداري في حال يعني استمر الحال كما هو عليه الآن سيساعد الفريق على مواصلة هذه النتائج الإيجابية ولما لا قد نشاهده في المراتب الأولى في نهاية الموصل بكل صراحة أنا يعني في سين الأخيرة أو للمواسم الأخيرة دائما أرفع القبة على الإطار الوطني إلى الطير لأنه في كل مرة ربما يخرج تحاد طنجا من عونق زجاجة اليوم يعني ربما بتغيير على المستوى الرئاسة مستوى الإدارة ككل كإدارة تحاد طنجا أعتقد بأن ما ينقص تحاد طنجا الآن مشي لاعبين لأن هناك لاعبين شباب أبناء ربما الفريق المدرب الشاب يقوم بعمل كبير أظن ما ينقص تحاد طنجا من أجل إكمال مرة أخرى المسيرة الجد موفقة في بداية الموسم إلى يعني المصار أو ربما البحث على المصار النهائي ولما لا مرة أخرى الفوز بالبطولة هو الاستقرار على المستوى الإداري وأكيد الموارد المادية اللي هو شيء مهم ومهم جدا في كرة القدم الوطنية المغربية لأن كل نادي مستقر من الناحية المادية ولا موارد يعني ربما معقولة إلا وتتكون نتائج إيجابية لأن الكرة الوطنية المغربية ربما نقصناش الأطور الوطنية اللي نقصنا هما يعني الموارد المادية والاستقرار والكفاءات على مستوى تسير وتنصطر عليها بالحمر لأن المسير المغربي ربما أنا لا أؤمم ولكن سيفا عامة إن كان المسير في المستوى الكبير فالبطولة الوطنية المغربية ستقفز قفزة نوعية نحو ربما خمسة أو ست البطولات العالمية نكون بينهم إن شاء الله بإن الله نعم ستما ندى بلمباراة أخرى رجاء ريادي ينهزم أمام شباب سويل ماريدي بهدفين مقابل هدف واحد بالنظر لمستوى فريق رجاء ريادي هذا الموسم يعني لم يحافظ على سكة النتائج الإيجابية التي حققها الموسم الماضي بقيدة الألماني جوزيف زينباور هل كانت نتيجة أمام شباب سويل متوقع عام أنها فاجأت كالجماهير الرجوية أكيد رجب بابا ربط الجواب على سؤال القيم بالجواب الأول بأن دائما المشكلة النسبة لي مع كامل احترام جميع المسيرين هذا يعني نقد بالناء بأجل يعني الكرة الوطنية المغربية ولمعانة الكرة الوطنية المغربية أنا ما فهمت كيفاش بأن المسير الإطار الوطني ابن ربما الرجاء البيضاوي للجناني أتكلم جناني ليحقق نتائج إيجابية العالمة الكاملة مستوى رفع وانا شاهدت المقابلة ويعرف البطولة جيدة أكيد مغربي إطار وطني لأبلال وكذلك اللاعبين الذين يتواجدون الآن في صفوف الفريق الأخطر لأن حتى الكومينيكاسون يعني ستعنا غوية فن يعني باش المدرب يتفهم مع اللاعبين هناك يعني ربما يجب المدرب أجنبي وانا لست بضد المدرب أجنبي أي مدرب جاء يعطي الإضافة البطولة الوطنية المغربية فأكيد مرحبا وألف مرحبا به لكن فقط بأن تنظن بأن اللاعب المغربي بالسهل عليه يكون عنده ومن خلال تجربتي المتواضيع على البسيطة لأن ربما في وقت من الأوقات الفتحقات نعود سده ورجع لجواب ديالك هو بأنه مع الفريق ديالي في وقت من الأوقات لأنه تكوين أوروبي بلجيكي بعض الأوقات تتغلب لك اللغة الفرنسية فتنشوف بأن مجموعة من اللاعبين ما تفهموش وما تبشيوش معاك في الخط إذن فما بالك مدرب أجنبي بلغات أجنبية اللاعب المغربي فربما التواصل يضعف وربما من بعد تكون هناك نتائج يعني نتائج سيلبيا ما تكونش عنده علاقة بكل ما هو تقني وطاكتيكي بقدر ما تكون عنده علاقة بالتواصل التواصل يعني دور مهم ومهم جدا أنا ما فهمت لماذا المدرب فريق الرجاء البضاوي الجناني حقق نتائج إيجابية وتم الإعفاء دياله غريب يعني بكل صراحة احنا مجد الكرة الوطنية المغربية القمة لوصلاتها الكرة الوطنية المغربية ربما العالم بأكمله يتكلم على الخطة وطريقة للعبياء المنتخب الوطني المغربي كان على رئيس وقيادة هذه المنتخبات الجيلة الدهبي مدرب مغربي طاقم مغربي تنشاهدوا بأن كذلك المدربين المغاربة خارج أرض الوطن رشيد التوسي بتنا في طنزانيا ومجموعة من مدربين واستسمح لعدم ذلك الأسماء بدوزاكي لبلوبلاء الحسن ويعني هناك من يقود منتخبات وطنية إفريقية هناك من يقود فرق الأندية الوطنية المغربية ومن بعد من أوصل الكرة المغربية العالمية هم المدربين المغاربة واليوم تنشاهدوا بأن مع كامل أسف مجموعة من المدربين بستناء مدرب فريق الجيش الملكي اللي يخلق الستناء لأن بكل صراحة الكفاءة المغربية الآن وأنا كانت ربما تجربة بسيطة بدورة تكوينية مرة أخرى ببلجيكا أحد المدربين اللي كانوا حضروا لروسيا يعني رفقة المنتخب البلجيكي أكد بأن طريقة وليد رجريكي تدرس يعني هو راب ربطه كل ما هو تقنيو تكتيكي بالواقع لأن مرآة الكرة الوطنية المغربية والمنتخب الوطني المغربي مدام المنتخب الوطني المغربي نجح بأطور وطنية ما فهمت أنا كذلك النجاح الذي كان على مستوى يعني المنتخب الأردني مع الحسين عموتة كذلك الآن أصبح مطلب في المنتخب السعودي أندية عربية كثيرة هنا مرة أخرى العلامة استفهام التي تطرح كبيرة لماذا المسيير المغربي تنقلل وتنقص من الكفاءة الوطنية المغربية ومن يعني دكاء ودهاء المدربين المغاربة وتمشي تقلب على الإطار الأجنبي لا أعرف من أجل جوسيباد يعني بكل صراحة تقلب على جواب شافي ليأكد بأن هذا الأطور اللي استى مثلا لأغلبية ديهم في شلوب ستناء مدرب فريق الجيش الملكي فرق كبيرة وهذا الفرق إذا رجعنا للتاريخ رجعنا إلى الوراء قلبنا في سجل البطولات المحققة من طرفهم سيكون دائما الإطار الوطني هو من نجح مع الفروق الوطنية وهو لإضافة هو لساعد على النجاحات وتحقيق الانتصارات نعم إبراهيم هل كنت مع استمرار عبد الكريم الجيناني كمدرب مساعد للمدرب الجديد لفريق رجاء كما قلنا يعرف جيدا البطولة الاحترافية يعرف كذلك اللاعبين وكيفية التعامل مع هذه الضرف التي يمر منها الفريق الأخضر أولا بالنسبة الجيناني فلا أحد يشك في كفاءة الرجل نحن نتبع جيناني في مجموعة المحطات لقد فيها مجموعة الانديا خاصة على مستوى القسم الوطني كان دائما يحقق نتائج إيجابية حتى أنه ارتبطة كثيرا بفريق أولمبيك تشيرا وكيف لأنه جيل من بعد الرحيل جيل من اللاعبين اللي يبقى فريق أولمبيك تشيرا وحقق بهم نتائج إيجابية على مستوى القسم الوطني الثاني بالنسبة لفريق الرجاء فأولا تسميت الجيناني في بداية المشوار مع كوسمير فكان هناك مشاكل كثيرة من الجماهير اللي كانت غاضبة وغاضبة جدا من تسميت واعتماده كمساعد للمدرب البصني الذي رحل عن فريق الرجاء الرياضي البيضاء وبعد ذلك هو عاش ضغط كبير جدا وشخصيا في المباراة اللي كانت أمام فريق الفتح الرباطي الفوز اللي كان وكذلك حتى في المباراة اللي كانت أمام فريق ذات الاسم فكنا حسين على أنه عاش ضغط رهيب رهيب جدا ودرجة أنه بعد المباراة فتم النقل ديله ونحن نعرف أنه عنده معاناة على مستوى يعني الكاخضاء العملي على مستوى القلب وعنده معاناة والضغط اللي كيتحمله هذا الرجل هذا أكيد سبب له متاعب وسبب له مضاعفات ومن خلال على أنه يدخل للمستشفى هذا يمكن من بين العوامل كذلك من خلال على أن الرجل توا ففضل على أنه يبقى بعيد على فريق الرجاء الرياضي البيضاء وهذا من بين العوامل غيره هو في إطار دائما كانت تكلم على الإطار الوطني صحيح لأنه أنا أتساءل سبرايم نبقى في الرجاء من أجل يعني إنهاء موضوع الرجاء الرياضي والمدرب عبد الكريم الجيناني هل كان الأجدر بالمكتب المديري للفريق الأخضر أن يحتفظ بخدمات المدرب ولو كمدرب مساعد للمدرب الجديد لا هو الأربع ما حتى الجيناني لم تكن لديه رفض الأكيد لمواصلة المسوار يعني كما قلت عاش ضغوطات كبيرة وكبيرة جدا لا على مستوى المباريات الصعبة لا كذلك على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي تنمر أشياء كثيرة المر منها لكن هذا أمر عادي بالنسبة لفريق الرجاء وبحجم الجمهور الذي يتابع الرجاء ويتنده داخل وخارج أرض الوطن يعني هذا أمر عادي ولكن درجة التحمل تختلف درجة التحمل تختلف من شخص لآخر هناك ناس من قدرة على التحمل وعلى المنافسة وعلى يعني الخوض كذلك ومشان نقول صراع ولكن أقل تحدي ولكن نحن نعرف على أنه كما قلت سابقا خضع لعمل جراحية عاش ضغطا كبيرا عاش مساكل صحية كبيرة وفضل على أنه يرحل بعيدا ولكن ترك بصمة جيدة ثلاثة على ثلاثات تسعة ثلاثة انتصارات من ثلاثة مباراة قادة فيها الفريق فأعتقد على أنه اليوم حتى الذين كانوا يتكلمون على المدرب على الجيناني وكبيرا كانوا ضد الجيناني فليوم تضح بالملموس على أنهم كانوا على خطأ والرجل خرج برأس مرفوعة من فريق الرجاء الرياضي يبقى بياء الرجاء رياضي هو بيت الجيناني الأول والأخير نعم سيتمان نبقى في أندية الدار البيضاء فريق الويداد الرياضي يفوز على شباب المحمد دي ثلاثة أهداف مقابل هدفين هل هذه نتيجة هل هذه المقابلة أمام خصم يعني إخاذ المقابلة بلاعبين صغار السن يؤكد أن معالم فلسفة المدرب الجنوب الأفريقي رولاني موكوين بدأت تبدأ على لاعبية الفريق الأحمر فريق الويداد البيضاء في الفريق العرق أي مدرب كيف مكانه يمشي ما غير نجح خصوصا بالانتدابات الوازنة التي قام بها دي نصر الانتدابات الكبيرة الجمهور التي ساند الفريق دي في السراء وفي الضرة تنعرفوا مدينة الضار بلدائية مدينة قاطرة كرة القدم وطنية المغربية ربما بأن أي مدرب إلا ويحلم ويحصل له الشراء بأن يكون على رأس طاقم الويداد البيضاوي اليوم من خلال المقابلة للعبد الشباب المحمدية الشباب المحمدية الآن يصار ربما من أجل البقاء وتكون ما غير نقول أن أضره قبل الوقت ولكن ستكون لديه المهمة جد صعبة بدأت تبدأ الملامح جد صعبة لكن ربما الشهور أو السنين القادمة فريق شباب محمدية غير بحفريق لأن الأغلبية لعبين شباب لكن تنأكد مرة أخرى بأن الموتيفاسيون عند الشباب عند ليجون اليوم ربما رجعوا ربما غير نوصلوا للفريق المغرب التطواني ومحقاق بصرف قادم جموعة من الشباب أبناء الندرسة إلى آخرين رجعي عندك ربما في الموضوع الويداد البيضاوي لا شأنوا شأن جمهور رجاء البيضاوي إلا لما هم تقلبوا على النتائج لما كان الغضب على الطاقم التقني لللاعبين للإداريين إلى آخرين ومعروفة الضرب لأن الفون انتصارات والفون المراتب الأولى في البطولة ولا حتى على المستوى الكؤوس الإفريقية وممكنش انتظروا المزيد من الوقت لأي مدرب من أجل تحقيق نتائج الفروق العالمية لا تعطيش الوقت المدربين وكذلك اللاعبين أكيد لأن فريق عالمي أخص الجمهور دياله كبير كما جعل لسان ديالك بأن جماهير الويداد وجماهير الرجاء رف العالم بكامل ربما حتى الجماهير الغير المغربية إلا ركين عشاق ديال الفريقين معا أو متابعة أكيد اليوم تنظن بأن لا فريق الويداد ولا فريق الرجاء رف العالم في الآخر السنة تقلب على النتائج إيجابية وشوش حققته كؤوس حققته بطولات أولى ما تحقوش كؤوس ما تحقوش بطولات بنيسبة حتى لو كانت المرتبة الثانية أو المرتبة الثالثة فالجمهور غير راضي نقطة بسيطة بالنسبة الفريق الرجاء البيضاوي تنظن بأن الجماهير التراجة أو الجماهير المغربية حكمت مسبقا على بأن فريق الرجاء أو فريق ضعيف أو للاعبين تقدموش مستوى أو للمدرين لكن هذا أمر هذه سيتمان بالنظر إلى نتائج المباريات الماضية تحقيق التنائية يعني فريق لم يتلقى أي هزيمة تحت قيادة المدرب الألماني جوزيف زينباور هذا أمر طبيعي بالنسبة لي أن جمهور فريق الرجاء تبقى مستوى تطلعه يعني مرتفع بالنسبة للفريق خصوصا بعد العودة إلى الواجهة الإفريقية الفريق الرجاء وهذه معروفة في العشر السنوات الأخيرة إنفوغ يمشي في تحقيق النتيجة الإيجابية اللولة الثانية الثالثة غير صعب لأي فريق في البطولة الوطنية المغربية يلتحق به اليوم رأى المرتبة عنده تسعود النقاط بينه بين فريق اتحاد طانجر ربما فوز لأن تسعود 12 نقطة ثلاثة ديال مثلا ديال النقاط رف مقابلة مقابلتين يمكن يرجع للمرتبة الأولى وتنشاهد بأن اليوم رابين بالفريق تحت المرتبة الأولى ثلاثة نقاط مثلا ولكن تنشوف الفريق كيفاش الجمهور بمواقع التواصل الاجتماعي وإلى آخر الكل ينادي الكل يرغف في تغيير على جميع المستويات لا تقنية ولا تكتيكية ولا حتى ربما الإدارية لكن فريق الرجاء البيضاوي يمتلي كثير سعنا من اللاعبين الموسى والكبير ربما تنعرف عن قرب المدرب الحالي لفريق الرجاء البيضاوي لأنه خدم استندار دولياج وحقق نتائج جد متميزة رفقة استندار دولياج أنا داك عنده شخصية قوية لكن تنظن بأن جماهير الرجاء الداعمة أكيد ستحقق المبتغاب يعني لتعطي أرضية جميلة من أجل الاشتغال لللاعبين ولا المدرب الحالي سي إبراهيم مباراة أخرى كذلك كانت مهمة في الجولة سادسة ديربي العاصمة رباط بين الجيش الملكي والفتح رباطي الزعيم يحسم المقابلة بهدف نظيف من توقيع الزحزوح يعني سي إبراهيم لم نشاهد بعض مستوى العساكل الذي عوضنا عليه في السنوات القليلة الماضية في نظرك ما الذي يحتاجه بعض لعبي فريق الجيش الملكي ومن مكر صدف أنه يعني مع بداية الموسم البطل والوصيف يتم تغيير التقام التقني لهم لسوء النتائج بمعنى أن الطموحات كبرت وارتفعت وحتى صقف يعني المطالب دي الجماهير لا بنسبة فريق الجيش ولا بنسبة فريق قرارج وندم على أن ممثلين لكرة القدم الوطنية على مستوى عصبة الأبطال الإفراقية فيجب أن تظهر ملامح الفريقين من أجل الدفاع على سمعة كرة القدم الوطنية على مستوى عصبة الأبطال الإفراقية خصوصا أنه سنوات الأخيرة كنا نتعيد كثيرا فريق الويداد الرياضي البيضاوي يعني يقلب حسن في عصبة الأبطال ويجب استمرار كرة القدم الوطنية على نفس النهج وعلى نفس الطريقة حتى يعني تصارع كرة القدم على المستوى القاري بالنسبة لفريق الجيش الملكي لم يكن هناك تغيير كبير على مستوى التركيبة البشرية للفريق لعب أو لعبين يعني خصوصا يمكن تكلموا على إيجامان كهتاف وكواحد من المهاجمين لفقدوا الفريق لانتقل العالم الاحتراف بقية يعني الركائز الأساسية كما هو حل الفريق الرجاء فحفظ عليهم فريق الجيش الملكي ولكن هنا يطرح السؤال على طريقة كيف يتم اختيار المدربين لقيادة الكلاندية الوطنية ما هي المعايير التي يتم اعتمادها لاختيار هذا المدربين وما هي الأسس التي ينبني عليها تنبني عليها هذه الاختيارات لأن اليوم مباراة أو مباراة أو ثلاث مباراة ضغط الجمهور تغيير المدرب الفريق يؤدي ماديا من خاصنة النادي ويؤدي معناه ويؤدي كما حصل لفريق الرجاء في تغيير المنظومة وطريقة اللعب في مباراة أمام فريق السؤال الجيش الملكي حقق الأهم أنه المدرب الوحيد الذي يعني ظهر معه ما يسمى بالتيكليك يعني باقي الأندية لغيرة المدرب ديالها فموقع أي شيء بالنسبة لهم إذن اعتقد على أنه فريق الجيش الملكي كان يستحق هذا الانتصار نعم سئتمان لختام لختام المحور الأول الخاص بالبطولة الاحترافية نتحدث عن مباراة المغرب التتواني وحسنية قدير هذا الأخير يعود من ميدان المات بفوز مهم بهدفين مقابل صفر يعني المغرب التتواني في أول اختبار تحت قيدة المدرب الجديد عزيز العامري يتلقى الهزيمة ولم يحقق أي هزيمة هذا الموسم في ميدانه ما السبب ما الذي يحتاجه فريق المغرب التتواني أولا فريق الحمامة يعني بش نكون صريح مع الجماهير المغرب التتواني بأن هذه سبع شهور من الموسم الماضي وما مسجلوا يعني مسجلوا ربما حتى نتيجة إيجابية لحد الدورة السادسة اليوم تعادلوا ثلاث ثلاث مرات نهازموا ثلاث مرات مشكلة كبيرة وحصل لي شرف بأن لعبت لقاء إعدادي في بداية الموسم مع فريق المغرب التتواني وشاهدت عن قرب مجموعة لعبين لاعبي المغرب التتواني ويعني بكل احترام وكل تقدير أكيد أعتقد بأن هناك مجموعة من لاعبين لا تستحق اللاعب في الصفوف فريق المغرب التتواني من يتحمل مسؤولية من يتحمل مسؤولية انتدابات إلى آخره اللي لست بقريب بالبيت التتواني وأنا معجب يعني بالكرة المغرب التتواني منذ يعني ربما 2010 2011 2012 2013 2014 كانت كرة جميلة والمغرب كله يتأكد على الكلام هذا فقط ربما بأن ويجب الصبر ثم الصبر على الإدارة التقنية الجديدة لأن اليوم سيد مثلا سيد عزيز العامري جاء الفريق المغرب التتواني سيد عزيز العامري ربما عندوش عصة صحرية نحن نعلم جميع التقنيين بأن يلزم أكثر من ربما 70 حصة تدريبية من أجل خلق جسر تواصل يعني تاكتيكي تقني داخل الميدان بين المدرب وباللاعب اليوم سيد عزيز العامري صاحب الكرة الجميلة حقق ربما كان مطلب من المطالب الجبهير التتوانية اللي يعاشق الكرة الجميلة من أجل إرجاع واسترجاع السيد عزيز العامري اليوم رجعش لكن فقط يجب الصبر ثم الصبر لأن خلق مجال من أجل العمل في ظروف صحية في ظروف جيدة على إدارة إدارة فريق المغرب التتواني أرادوا استرجاع أمجاد فريق المغرب التتواني لأن اليوم المغرب التتواني يصل العالمية في وقت من الأوقات يعني رمشي بالسهل باش تشارك بطولة عالمية فيها مجموعة من الفروق العالمية وأعتد الفروق العالمية وهز ربما راية الوطن في داتاهرة عالمية من هذا الشكل وصل حتى يعني شارك في بطولات إفريقية مرتين تدي البطولة اليوم تبقى دكاء دكاء المكتب أو يعني المسير مدينة الفريق مدينة تتوان واش غاد يلقاء الحلول لأن اليوم رمشي مشكلة لأنه عندهم أحسن مدرب الجمهرات المغرب والمدرب للدم ومجموعة بطولات مغربية والمدرب اللي ربما وصل معهم نهائي كأس العرش والمدرب لمشاء العالمية ورفقة المغرب تتواني بلاعبين شباب من فريق الأمل أبناء المدرسة بميزانية كانت ربما جد بسيطة لم يجلب لا لاعبين أو شيء من القابل اليوم رسالتي لفريق المغرب تتواني مسيري فريق المغرب تتواني هو الصبر على الطاقم التقني الجديد انتظار الشهر ربما الانتقالات الشتوية يعني الشهر 12 من أجل تدعيم الصفوف لأن الصفوف صفوف فريق المغرب تتواني من أجل وخصوصا بأن فريق التحطانجة الآن يعني الغريم ربما اللي ما بيناتهم مش مسافة كبيرة ونحن نعرفه بأن المغرب تتواني وتحطانجة دائما كان المنافسة الشريفة الرياضية الجبيلة إلى آخره تنتمنى بأن الفريق مغرب تتواني من هنا الانتقالات الشتوية يجلبوا لعبين من مستوى فريق الكبير اللي يحقق نتائج تعويض خدمات يعني أبرز لعبين يعني رحلوا عن الفريق في المركات الصيفي الماضي هلال فردوسي كان يعني من بين الركائز نتاق الفريق رجاء خلّى شيئا ما مكان بصراحة لأنه من يكون الفريق كبير رمخصوش يكون يعول على لاعب أو لاعبين أو ثلاث لاعبين لكن يعني يبقى اسم اللاعب أو خدمات داخل رقعة الميدان مهمة لاعب في المستوى ومشي أي لاعب غير يمشي لعب فريق رجاء البيضاوي نتحدث عن هلال فردوسي نتحدث عن اللاعبين اللي غادروا الفريق يعني هذا الموسم يعني خاص في حين أننا غادروا اللاعبين فريق المغرب تتغاني غادروا بعض اللاعبين على الفريق أو المكتب المديري تعويض خدمات اللاعبين بلاعبين من نفس المستوى إلا لم تكن هناك مثلا الظروف أو الوسائل المادية من أجل جلب اللاعبين من أعلى مستوى خاص يكون عمل يعني بصفة عامة جميع الفرق التي تنتمي ربما أو لا ما تكون عندها الإمكانيات المادية المهمة ومعنداش تخدم على التكوين على التكوين تتخدم على التكوين ولكن التكوين خاصة الصبر وتجيب إطار محنك مجرب خاصة الصبر ماشي سنة ماشي ثلاث سنوات والاستقرار استقرار تقني جميع الفرق التي تكون عدمها كيف مثلا تنقلب على في المنطقة دي الطوان نقلب على المادة الخام نقلب على أطر التي تكون في المستوى الكبير تتخدم وتتشتغل على المستوى المدرسة الكروية للنادي من أجل هذا كله طالن مثلا عفوا البوتانسيات تردو يعني مادة خام تردوه نحاوله ما أمكن ردوه في وقت القبصات يقول لي النجم ويعول عليه في الفريق الأول وخير دليل على ذلك هو التألق والفترة الدهبية التي دخلت التاريخ المغرب التيطواني كانت أول مرة كانت بلاعبين شباب أبناء المدرسة التيطوانية التي تم اكتشافهم وتنقيب عليهم من طرف ربما هذا أكيد المدري بالحالي الفريق المغرب التيطواني بمناسبة تمناله رفقة فريقه مسيرة موفقة إن شاء الله نعم إذن مشاهدين قبل ختام الشقة الأول من البرنامج نذكركم بنتائج مباريات الجولة سادسال جيش الملكي يفوز في درب العاصمة رباط بهدف نظيف على فريق نهضة بركان يعود بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد من ميدان النهضة تيتيكز نامرة شباب السولما ريدي يفوز على رجاء ريدي بهدفين مقابل هدف واحد المغرب ريدي الفاسي يفوز على الدفاع الحسن الجديد بهدف نظيف تعادل سلبي ينهي مباراة النادي المكنسي والاتحاد ريدي التولوجي المغرب التتواني ينهزم بهدفين نظيفين أمام حسنية أجدير الوداد ريدي يفوز على شباب المحمدية بثلاثة أهداف مقابل هدفين وكذلك اتحاد تنجا يفوز بثلاثة أهداف على مستضيفه أولمبيك السافي وصلنا مشاهدين للشق الثاني من البرنامج والحديث فيه عن افتضافة المغرب لمجموعة من المنافسات الإفريقية دور أبطال إفريقيا وكذلك كأس الأمم الإفريقية السيدات وكذلك حفل جوائز الكاف الذي ينظم في المغرب للمرة الثالثة تواليا ننتظر أن تكون معنا خديجة إلا رئيسة العصبة الاحترافية الكرة القدم النسوية للحديث عن هذا الشق سيتمان المغرب أصبح وجه بطبيعة الحال للكاف وكل المنتخبات الإفريقية لقامة تظاهرات رياضية نسوية وكذلك في صنف الرجال كيف ترى تنظيم المغرب لهذه المنافسات الإفريقية المغرب المملكة المغربية والحمد لله اليوم أصبحت أحسن ربما الدول الإفريقية يعني ماشي بالسهل باش ننظموه كأس العالم للأندية ماشي بالسهل باش ننظموه كأس إفريقية المختلف ربما الفئات السيدات اليوم نحن إن شاء الله بإن الله قريبا سننظموه كأس العالم 2030 سننظموه كأس إفريقية القادمة بالمغرب كذلك كأس العالم للسيدات أقل من 17 سنة في 5 مناسبات متتالية هنا بالمغرب أكيد هناك ما زال تسكي سبوكتي في الرياضة كذلك هناك مجموعة متنظيمات المستوى الدولي والعالمي في مختلف المجالات المغرب أقطع أشوات كبيرة أشوات للتاريخ أشوات ربما جميع الدول الأفريقية اليوم بإمكانة تأخذ المغرب كقدوة كمثل لأن البنيات التحتية وصلت لها المملكة المغربية في ضرف واجيز لا من طرق السيارة لا يعني اليوم تنشأوا بأن يتم توسيع مجموعة من المطارات ربما مطار ضار البيضاء يكون أحسن وأكبر مطار وخداء إن شاء الله بإن الله يأخذ المرتبة الأولى أفريقيا الموانئ ميناء الطنجة المساوى الكبير والرفيع الفنادق ربما وصلنا في سنة الأخيرة أو للسنة الأخيرة العشرات المليون سائح 12-13 مليون يعني من أجل المبيت في الفنادق المصنفة في أفوق 2030 تنعتقد بأن إن شاء الله بإذن الله المغرب قادر بأنه يوصل حتى 30 مليون سائح وهذا كله راجع السياسة والحكامة الرشيدة لعاهل البلاد لأنه يقود تورا يعني بكل صراحة من التراز الكبير والرفيع تورا تبقى الأجيال القادمة بإذن الله على بستوى البنيات التحدية وجميع الخدمات لعند علاقة بتطور المملكة المغربية سيبراهيم أكيد رهان هو إنجاح تظاهرات المقبلة هنا في المغرب أعرف جيدا أنك متتبع جيد لشأن الكروية النسوي المغربي ما هي أهم الأهداف والعوامل التي يجب أن تركز عليها العصبة والجامعة الملكية المغربية لإنجاح هذه التظاهرات الإفريقية والعالمية أولا أن يمنح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وأن يتقف في المغرب فأعتقد ذلك ليست مجاملة وإنما المغرب فرضا التصوير كما تحدث الكورش عتمان اليوم من خلال التظاهرات السابقة كأس العالم للأندياء كأس إفريقية كأس إفريقي للمحليين كذلك اليوم المغرب البنية التحتية الهائلة الملاعب الآن التي يتم إطلاحها ودائما المغرب يمكن نقول أنه ينقذ الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في كل الأزمات التي تصيب لما يخص تنظيم بعض التظاهرات على المستوى القاري بالنسبة النجاح لمنافسة الكرة القدم المنسوية ليست المرة الأولى التي سيتم تنظيم فيها عصبة الأبطال الإفريقية السيدات قبل سنتين تم تنظيم ديالاب مدينة الرباق الذي كفز فريق الجيش الملاكي باللقب على فريق الجنوب إفريقي احتضان المغرب لمنافسة كأس إفريقية كذلك لكرة القدم سيدات للمرة التانية كذلك على توالي دليل لأنه النجاح الكبير الذي يجد الأشياء التي وفرها المغرب صعب جدا على أن توجد أو يجدها في مكان آخر أو في بلد آخر على المستوى القاري هذا اللي خلنا اليوم على الناحة الاتحاد في الكرة القدم فكل مرة من المرات كي يكون عندهم من المشاكل وليس يمكن حديث على أن كأس إفريقية للمحليين شان في 2025 كان البعض يتحدث على أنه ممكن أنه ينتم نقلها للمغرب في حال تعذر على الدول الثلاثة التي استضافتها في شهر فبراير من السنة المقبلة إذن يتذير على أن المغرب أصبح شريك رئيسي وأصبح المنقذ دائما لالتحاد في كل التداريات القارية نعم سأتمال لختم هذا المحور حفل جوائز الكاف للمرة الثالثة هنا في المغرب أكيد أسماء مغربية ستكون حاضرة بقوة سواء في الجوائز الفردية أو الجوائز الجماعية ما هي بعجالة ما هو الإسم الذي ترشح لنيل الجائزة الذهبية هذه السنة في كرة القدم نعم في كرة القدم تبعت حال بكل صراحة نعتقد بأن عميد المنتخب الوطني المغربي يستحق الفوز يعني العميد الشاب يستحق الفوز بالجائزة الدابية لأن حرم منها في السنة الماضية تنظر بأن هذه المرة تكون تابتة لأن مثال في الأخلاق في القدوة في المنافسة الشريفة كيف يتعامل مع الجمهور مع لاعبين تقنيات عالية لعب اعتدل الفرق العالمية كبيرة حتى في الفرق جميع الفرق للعفية إلا وكان لاعب مؤثر مع المنتخب المغربي كان لاعب مؤثر كيفاش عاون وساعد المنتخب الأولمبي يعني في جائز العالم الأخير وكان من بين اللاعبين المتميزين اللي أبهروا مرة أخرى العالم لأن ماشي بالسال باشي يكون ظاهير عن باك ضغوة في هذا المستوى الكبير وتعتبره أنا أحسن وربما جميع التقنيين بدون استثناء في المغرب هو أحسن مدافع في الجهة اليوم قل النظير في العالم وبنسبة لي يستحق ليس فقط أشرف حكيمي في نظرك هو من يستحق الجائزة الموسم وتعتبره أنا أحسن ثلاث لعبين في العالم سيبراهيم بعجالة كذلك ما هو الإسم الذي ترشح هذا الموسم للفوز بالكرة الذهبية الإفريقية إذا حتول من المنطق الصراع مغربي تنائي ما بين أشرف حكيمي وما بين براهيم بياس نعم إذن مشاهدين الكرام نذهب إلى الشق الثالث والأخير نخصصه للمشاركة المغربية في بطولة إفريقي الأندية البطلة التي أقيمت في العيون والحديث عن الموضوع سيكون معنا من مدينة تطوان خالد في المدار فريق منتدد السلطان الذي أنهى المنافسة أفوا في رتبتها الرابعة سيخليد مرحبا بك مرحبا شكرا ومرحبا لمشاهدين الكرام أهلا سيخليد كيف كانت المشاركة أولا ما هي أهم التحديات التي واجهتموها في هذه النسخة بالنسبة للفريق المتدد بالسلطان يعني شاركنا في ثلاث مقابلات الأولى شاركنا مع الفريق مع الفريق الأوسيوبي وفريق كاميروني وفريق الزمالك لنبدوش مقابلات وبهذا لنزل الكارد فينال وقتنا مع الفريق الزمالك يعني كانت مقابلة شيقة وقم الهزيمة الحمد لله لعبين داروا في جهدهم وكانوا في المكساوى لأن الكارد فينال نحن مع فريق الحمد لله كانت مقابلة قوية شيقة استمتع بها الجمهور الكارين في الزمالك اليوم في آخر أنفس مقابلة 23 ومقابل 20 وبهذا نزل النسب النهائي لتلاقينا مع فريق فلاورز فريق البنيني وهو فريق قوي يعني استقطب لعبين من بورتغان من أونغولا من فرنسا يعني كنا كنا معهم كانت مقابلة شيقة وهيتشكوكية وصينا مقابلة متعدلين زدنا الأكستراتايم في الآن فصل آخر كان هزبنا معهم مقابلة 32 نعم إذن استيخاليد فوز كان بهدفين فقط ما هي الأمور التي ركز عليها ونجح فيها الفريق البنيني من أجل الوصول للمشهد الختامي كل المغاربة كان الطموح يعني طموحهم في فريق منتدد السلطان من أجل الوصول للمشهد الختامي أو لماذا تحقيق اللقب وهذا ما نطمح إليه في النسخ القادمة إن شاء الله وكما تعرف زبور كريم أن مرسل ضرب السلطان هو أول مشاركة بطولة إفريقية وكان باش ندخل في أجواء البطولة ما كنت سهل لعبين نقل بطولة اللاعبين ومالفنش الأجواء بطولة الإفريقية فريق بينين وفريق قاوي يعني كنا لعب كارت فينا مع فريق صمارة يعني جول اللاعبين كانوا يعطوهم قتالي وعطوهم مئة في المئة يعني كانوا واحد العياء يعني من دخلنا في المنافسة ما في دافل النسخ النهائي مع فريق البنيني يعني اللاعبين من سلات المقابلة بالتعادل يعني وعياء الصرع اللاعبين ويكونوا أحضاء أو حسوات أحضاء وجزئات صغيرة بشخص ذلك المقابلة لقد عرفوا إحنا اللاعب الأفريقي والطريق الأفريقي أنه تمتاز بالقوة البدنية قوة جسمانية والذباء والذباء عندهم التقني يعني التقني ولو تهم اللاعبين عندهم تقنية ممتازة لحقا تلطيب اللاعبين وتلعب أوروبا يعني انت هم تطوروا الحمد لله جميع اللاعبين كانوا في المستوى مطلوب كانوا قتالية سنشكر المسيين منتظر السلطان الحمد لله يعني شرفنا كرة اليد الحمد لله كما نشع وأننا كان قوم محدي أننا هو الروع النهائي وجب الله تسمح النص في النهاية وذلك من قبل دوزنا يعني كان نرى الجمهور راضي علينا وخاص لفآخر عنفاس مقابلة نعم الختام سي خليد كان فريقان مصرياني في المربع الذهبي للمنافسة ما الذي كان ينقص يعني الكرة اليد المغربية لمجابهة الكبار في هذه المنافسة بعد وصول منتظر السلطان دائما للصف الرابع وإنهائه المنافسة يعني بعد الهزيمة في مباراة الترتيب أمام الزمالك في الصف الرابع وبنسبة الفرق المصرية هي يفتت من فرق عالمية نحن نشوف أن بطلات العالم الأندية هذه 15 أي يوما يعني تقلصت فيها الأهلي مرتبة الثالثة عالميا إذن هم كانوا واحد استمرارية كانوا خدموا التكوين عن الصغار وعندهم صندق دون فرمسيون يعني كانوا لاتيجة جابوا لاتيجة واحد الخدمة يعني من لاباس هم غاليين من مدة سنوات نحب لله بدنا نكون بحال مصر المستوى لهم يكون لازم ضروري ندل لسلط الفرمسيون يكون لدينا استمرارية من الصغار ونحن نحن 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 الكبار وهذا نحن تبقى ضروري يجب المسؤولين أنهم يدعموا كرة اليد ونحن يعطون حقات ونحن مع المصريين ونحن ميزانية كبيرة بزاف بزاف مقابلة مع نحن في كرة اليد وهذا نحن نحن يتعو الهتمام في كرة اليد وننس أشأل لأن شاركنا بالنسبة الكارضي ونويور في تونس المهدية بطولة إفريقية وتكاس لكوب دي موند يعني لدينا طاقات يد استمرارية وننصلوا لعالمين شكرا لك سي خاليد كنت معنا من تتوان مداري فريق منتدد بسلطان الذي أنهى منافسات كأس إفريقي للأنذية البطلة في الصفي الرابع شكرا لك للختاب عتمان بعجالة يعني المشهد الرياضي المغربي لم يعود يختصر فقط على كرة القدم أصبح هناك تنوع كرة اليد كرة القدم داخل القاعة مع المنتخب المغربي تحت قيدة الإطار الوطني والناخب الوطني الشامد كذلك الكرة النسوية كيف يعني يعني تشاهد هذه التنوع في المجال الرياضي المغربي بكل صراحة أعتقد بأن المملكة المغربية يعني في مجال الرياضة في جميع المجالات ومدام موضوعنا موضوع رياضي خطوات كبيرة وعملاقة لأن نكون واضح الصحف العالمية يعني والتقارير دولية العالمية الكل يؤكد بأن المملكة المغربية يعني في كل ما هو رياضي خطوات خطوات كبيرة لأن كين سياسة كين حكامة على أعلى مستوى كين مشروع ملكي يعني ربما من خلال آخر رسالة اللي كانت في الصخيرات من ذاك الحين وجميع الرياضات شيئا فشيئا تنتقلوا من الرياضة الرياضة والتواهج ينتقل من الرياضة إلى الرياضة ماشي بالسهل لأن فقط الدول الكبيرة الدول العالمية يعني يعني المجموعة من الأمور باش تقدر توصل لهذه النتائج هذا كين النتائج الإيجابية وهذه التظاهرات الكبيرة التي تتنظم في المملكة المجموعة من الشباب الآن ولو تتوجهوا المجموعة يعني من الرياضات باختلاف باختلاف وبأنواعها أعتقد بأن اليوم الحمد لله غدا في طريق المملكة غدا في طريق صحيح نعم شكرا لكل ضيوفي الكرام على الحضور معنا في عدد اليوم من ويكند سبور كذلك شكرا للموصولك ساعتمان كذلك لمشاهدنا الكرام نلقاكم في عدد جديد دائما على قناة ميديان تيفي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر